اهلا بكم النهاردة يوم مهم جدا في عالم طب الاسنان طبعا لكن خلينا اقول لكم حاجة لطيفة جدا يقول لك ايه دراسة اثبتت ان اصحاب السنان اللي مش حلوة اقل فرصة في التعارف عملوا تجربة جميلة جدا مهندس مدارين بيرد ومدير التسويق بتاعة البروجيكت ده اسمها إليزابيس هالي دول شباب واحد خمسة وتلاتين هي خواهو خمسة وتلاتين وهي تلاتين عملوا تجربة لطيفة عمل حسابينا على الفيسبوك وواحد منهم بصورة بصور سنان حلوة والتاني بصور سنان مش حلوة مجرد بس تغيير السنان هو ده اللي عملوه بس لو انه خلال اسمها واحد اللي ابتسامة الحلوة جابت لهم 1500 رسالة لحسابتهم الحسابات التانية او الحساب التاني اللي فيه الابتسامة اللي مش حلوة جافيه 140 من 1500 ل 240 انتم متخيلين طبعا برونوس برونوس سالفا ده ده دكتور سنان يعني في بريطانيا قال انه شكل الاسنان مهم جدا منذ القدم حوار مسير للغاية عن الزراع وخصوصا انه فيه اخطاء كبيرة جدا في عالم الزراع الآن بتقال بما اننا في الفترة دي بنصوق بالاخطاء فانا قلت طبعا لازم نذهب الى مالك في المدينة ضيف العزيز الزميل والصديق العزيز لأساس دكتور نوردي مصطفى فارق جبر كده بين تجميل الاسنان وتشويه الاسنان تجميل الاسنان بالذات اول خطوة الحالة لازم تاخدها هي انها تروح لدكتور تجميل الاسنان الدكتور نوردين مصطفى تخرج من كلية طب الفم والاسنان جامعة القاهرة تخصص في مجال تجميل الاسنان عضو الجامعية الامريكية لتجميل الاسنان عضو الكونجرس العالمي لزراعة الاسنان جامعة نيويورك ضيف العزيز دكتور نور اهلا بيك وحشني جدا جدا انا عايش ابدأ حوار اول عن زراعة الاسنان انا حاسس انه فيه تخريف بتتقال انا حاسس انه فيه غلطات جبارة بس الاول يعني نمسك كده زراعة الاسنان بالراحة ونشوف وصلت لإيه وكلمة على التخريف اللي بتسمعها ديه تمام الاول احنا عايزين نعرف بس الناس من الاول خالص يعني زراعة اسنان احنا السن اللي ربنا خليها عبارة عن جدر جوه العظم الفك وطالع منها الجزء الخارجي اللي هو الكراف يبقى اذا لما هجعمل زراعة اسنان وهعوض سنة مفقودة او هفقدها يبقى هعوضها بنفس الطريقة فالزرعة هي عبارة عن اجزاء جزء الاول بتحط جوه العظم تمام خنشوف هنا قد الجزء التايتينيام ده ده بتحط جوه العظم وبعدين الاباطمنت او الجزء الخارجي اللي هيركب عليه الكراون او الجزء اللي بنشوفه فبالتالي هو واخد نفس الميكانيزمة او الشكل بتاع السنة الطبعية فالناس يبقى متخيلة بس الزرعة دي لان لسه استيل لغاية النهاردة في ناس مش فاهمة او مش عارفة يعني ايه الزرعة في ناس لغاية النهاردة فاكر ان الزرعة دي حاجة بنحطها وبتنبت يعني في ناس متخيلة ما هو ما هو لسه محد يعني برضو الزرعة برغم انها انتشرت وبقت موجودة في الوطن العربي بشكل كبير وعندنا ده كترة كتير محترمة جدا بتعمل زراعة بتعمل نتائج هيلة جدا بس استيل في ناس مش مستوعبة الزرعة هي عبارة عن جزء جدر بحطه جوه العظم وبعد الوقت اللازم سواء قررنا انه هو يتعمل له immediate load او delay load اللي هو بعد الفترة اللازمة ان العظم بيمسك في الزرعة لازم الناس تفهم انه هو اصل الاجتشاف جزء ازاي في عالم في الخمسينات اكتشف ان مادة اسمها تايتينيا لما بتتحط جوه العظم العظم بيتخيلها عظم فبيخش يباد جواه تمام وبتاخد وقت معين لغاية ما حصل حاجة اسمها osteo integration او عملية التعظم ان يحصل تعظم كامل بين الزرعة وبين العظم ده والفترة دي هي اللي احنا بنستنى عشان برضو دي معلومة احنا عندنا تلات حاجات فيه ان انا اخلع واستنى اما العظم يبقى مؤهل للزراعة وفيه ان انا اخلع وازرع ده اسمه immediate implant ان انا بخلع وازرع وفيه immediate load ان انا بخلع وبزرع وبركب ففيه تلات حاجات فيه شروط لكل حالة فما ينفعش الحالات تيجي تقول لي انا هزرع وازرع وازرع واركب النهاردة مش انت اللي تقول الاشعة اللي بنعملها والتحاليل اللي بنعملها ياللي بتقرر احنا هنعملك ايه وانسب بالنسبة لك ده بالنسبة للزراعة عشان استوعبت بس فكرة الزراعة والايه والحاجات اللي مش فاهمها قوي الزراعة برا عن جزء بحطه جوه العظم بسيبه الوقت اللازم بعد كده بركب عليه الجزء الخارجي طيب برضو هل هكون واقعي لما اقول لك لما واحد يوقع سنة الافضل لون يعمل زراعة ولا يعمل تركيبة كبري بريدج بالسنتين لانه حكاة دي يعني انا اعتقد انه كتير من الناس بتتوتر فيها تمان هو طبعا انا يعني مش ضد التركيبات السبتة لانه هي حل ستاندرد موجود طول الوقت لكن خلينا اتفق على كذا اتفق اول حاجة حاجة فقط السنة ليه لانك مقدرتش تحفز عليه طيب لما تخلع سنة انت مقدرتش تحفز على سنة واحدة هتعمل مكانها تركيبة سبتة يعني هتحضر سنة قبل السنة المخلوعة وسنة بعد السنة المخلوعة وهتركب كبري تمام الكبري اصلا طريق التنظيفه اصعب من السنة الطبعية فانت قريدي مقدرتش تحفز على سنة هتقدر تحفز على كبري فده الاول كونسة تانية حاجة انا التحضير ده عشان اعمل تركيبة سبتة لازم اعملوا عن دكتور متخصص في التركيبات السبتة لان في ناس كتير عملت تركيبات سببت التركيبات في الفيديو اللي احنا هنشوفك انا ليه هاخد بقى كل فوائد الزراعة الحفاظ على الاسنان المجورة الحفاظ على شكل العظم اللي موجود بك سبتة لما بدانا برضو من فترة طويلة قوي نقول ان الزراعة ممكن تتعامل في 10 دقائق اعتبروا ان كل زراعة هتعمل في 10 دقائق اه دي معلومة طبعا ده انا اصلا فيه كمان ناس يعني فيه زمله طبعا انا بقى الزوم جدا الاول احنا اول ما قلنا الزراعة في 10 دقائق اول حاجة هتهاجمنا جدا لان هلا كيه عن ايه في 10 دقائق اه 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 بعد كده بقى ترند في مصر دلوقتي اي دكتور بيعمل زراعة يقولك الزراعة في 10 دقائق دي رقم سابت الزراعة في 10 دقائق بقى ترند فيه زميل لينا طبعا بحزه جدا عمل فيديو قالك ايه قالك ولازم تعمل الزراعة وبيتريق طبعا قال ولازم تعمل الزراعة في 10 دقائق ولو زادت على 10 دقائق سيب العين وامشي طبعا هو عنده حق يقول كده لان الناس ما بيتفهمش يعني احنا في نفس الفيديو اللي قلنا فيه الزراعة في 10 دقائق قلنا قلت بعديها على طول يا جماعة وانا بقول الزراعة في 10 دقائق هتجي حالة تقولي انا انا جيت لك الايادة وزرعت في ساعة فقول لها ايوا يا فندم حقيقة جيت زرعت في ساعة لان احنا كنا محتاجين نزرع عضم او العضم غير مؤهل فكنا بنقاهله فعملية الزراعة في 10 دقائق على فكرة اي دكتور زراعة متخصص هي فعلا عملية الزراعة متى اخدش اكتر من 10 دقائق لو العضم مؤهل وانا جايب فيديو لايف يعني الفيديو ده متسجل لايف الحالة اتحط ده اسمه السيرجيكال جايد اللي هو ايه بقى الخطة العلاجية عملنا اشعة سورسية ابعاد وتعامل على اشعة سورسية ابعاد السيرجيكال جايد السيرجيكال جايد ده مهميته ايه ان دلوقت الدريل هيخش في اتجاهه وفي مكانه مزبوط بص عادي الدريل الدريل بيخش الاول هنشيل جزء اللي سال اللي احنا نخش في مكانه طبعا الده مكبرة جدا اه طبعا لان احنا قريبين قوي من البوك وعلى فكرة انا عايز لك الفيديو ده لما بنزله للحالات الحالات بتخاف بس انا بنزله ليه عشان انا دكتور عشان انا مش راجل بي بيع انا راجل طبي فلازم الناس تعرف الزراعة بتتعمل ازاي مش اقوله اصحنا هتخش في مش عارف ايه وما تخافش هي العملية غير مؤلمة بالمرة بتاخد بنج وبتتعمل في اقل ما بنعمل عملية علاج عصب يعني عملية علاج العصب بتخلص في ساعة صح؟ ده بعد التكنولوجي الحديثة عشان اعمل درس اربع كنال هياخد مني ساعة هياخد من دكتور علاج العصب عشان اعملية ساعة العملية ما بتاخدش عشر ده عايزة يقول لك ناخدك تقريبا سبعة دايق لان ده الوقت الطبيع على فكرة ومش اختراع دكتور نوريد دين مصطفى ما اختراعش عملية الزراعة ده عملية موجودة في العالم كله كل ده كترة الزراعة بتعمل كده ده كترة الزراعة المتخصصة بتعمل كده ومش حاجة حصري عندنا ده اي دكتور متخصص في مصر في الزراعة هي عملية الزراعة لو العدم مؤهل مش هتاخد اكتر من عشر دقائق لانه عبارة عن دريلات زي ما انت شايف بتخش بتحضر العدم وبعد كده الدكتور بيركب الزراعة بيدخل الجزء بتاع الزراعة لكن قد تحتاج الحالة لا اكتر من كده لا مش توقيت بس في الزراعة في ان انا استنى لما يحصل يعني لما يحصل تعظم لا وغير كده انا دي حالة العدم مؤهل ان انا حط الزراعة يعني كمية العدم كفاية طب لو حد تاني العدم بتاعه مش مظبوط او العدم بتاعه في مثلا الانجل بتاعته اصعب هتاخد وقت اطول فما فيش حاجة اسمها هي الزراعة عشر دقائق هو مش ترند هو الزراعة العادية بتاخد من خمس لعشر دقائق لان ده السيكونس بتاعها دي العادية في وجود كمية عدم كافية طول وعرض وارتفاع وحالة العدم مؤهلة اعمله في عشر دقائق واقل ان شاء الله اه انما مش مش الحالة هتيجي لازم كل لأ في حالات في حالات بنعملها عمليات رفع يجب ام فيه لان ما فيش عدم اصلا ده ده هيحط عدم ويستنى ست شهور عشان العدم يحصل له تعزم العدم نفسه وبعد ست شهور هيجي يزرع وبعد ما يزرع هيستنى ثلاث شهور علشان يركب فبنتكلم في عمليات مستغرقة تسعة شهور لأ دي وفي حالات تانية فيها قيمة دي تلوت بقى احنا قلنا ان فيه الاول ان انا بخلع واستنى او اخلع واهل العض او اخلع وازرع واستنى مما الزرعة تمسك او اخلع وازرع واركب وده اللي حصل في الحالة دي على فكرة الناس عندها مشكلة في فهم الحتة دي ايه الفرق بين الزرعة واللود اللود بقى الجزء الخارجي ايوه لان هاكل عليه اشرح لهم مش احنا جبنا اول حاجة الصورة بتاعة الزرعة خالص حطنا الجدر التايتانيوم اه اللي هو الحتة اللي هي التايتانيوم دي اللي بحطها جوه الجدر تمام المفروض ان الزرعة دي بتاخد أفريدج تلت شهور علشان العضم يمسك فيها تمام دي في الحالات العادية طيب في حالات تانية لما بنجي نعمل الزرعة احنا شايفين ان كمية العضم كويسة جدا ولو ربطنا الزرعة عند ربط احنا لما بنربط بنربط بحي اسمها الرنش كلها حاجة ميكانيكية يعني الرنش ده لو ربطنا عند نيوتن معين فبالتالي بقت الزرعة مسكة كويس جدا في العضم انا ينفع اعمل عليها حي اسمها الميديا تلود الميديا تلود ده احنا ركبنا الزرعة ركبنا الزرعة وركبنا الكراون في نفس الوقت الكراون السابت السابت القرار ده قرار مين قرار الدكتور المتخصص في الزرعة بس اللي هو عارف ان انا لما هركب الزرعة دي دلوقتي وهركب عليها الكراون هينفع الحالة تاكل عليها ومحصلاش مشكلة في حالات تانية احنا وحنا بنربط الزرعة عارفين ان ما ينفعش ليه لان لو جينا كلنا عليها هيحصل كسر للرابط بين الزرعة وبين الايه وبين العضم فبالتالي كل ما تيجي الزرعة تمسك في العضم هتتفكر لانك عمال تاكل عليها وتحركها عشان كده قلنا فيه شرط مهمة جدا هو قوة ربط الزرعة في العضم لو سلنا لها الرقم الرقم المحدد ده لو سلنا له اقدر اركب عليه وعمل حي اسمها غير كده ما ينفعش انت تقول لي ينفعش الحالة تجي تقول انا اكد الدكتور من مصلحته ان انت تيجي تزرع وتركب في نفس الوقت لان خلاص خلاص الحالة لكن لو قالك ازرع وستنى ثلاث شهور هو عايز يشوفك تاني ليه هو عايز يشوفك عشان مصلحتك انت هو بيبزي المجهود ووقت اطول ليه عشان مصلحتك انت فالحالة ما تقررش الخطة العلاجية تيجي تقول ليه انا عايز ازرع الدكتور هيعمل الاشعة يعمل الانفستيجنز بتاعته ياخد كل الاجراءات بتاعته ويقرر هو محتاج يخلع ويزرع ولا يخلع ويستنى ولا يخلع ويزرع ويركب ده كل دي قرارات الدكتور المتخصص في الزراعات بس اتنين دخلوا واحد زرع قاعد ثلاث شهور لغاية لما حط اللود تمام او على غاية لما حط مش لبيت فوق الزرعة اللي هاكل علي اللي هاكل علي اللي هاكل علي خلاص بير من انت ده واحد تاني في نفس سن اتعمله لأ درسنا العظم زي ما انت قلت لانا العظم كويس عملنا له تحميل مباشر في الساعة تمام لتنين الزرعة بالنسبة له جامدة كويسة هتستمر الهاف لايف بتاعها او الديورابلتي بتاعتها هتقعد شكرك على السؤال ده ده السؤال مهم جدا في الكتاب نسبة نجاح الزرعة الديليد 95% الديليد اللي هي متأخر اللي هو بتزرع وتستند 3 شهور نسبة نجاح الزرعة الاميديا تلوت 90% الاميديا تلوت اللي هي ركبنا على طول عشان نبقى واضحين وما بين ايه يعني ما بقاش فيه كلام اكيد اللي هستنى عليها 3 شهور حتى لو الرابط فيها جامد هيبقى الديورابلتي بتاعتها ولو بفرق بسيط اه اه اكتر اه اكتر من الاميديا تلوت احنا الاميديا تلوت بنعمله في حالات معينة وبنبقى شبه واضحين انها ان شاء الله هتنجاح لكن لازم نتكلم كلامي العلم اكيد الديلي اه يعني الديورابلتي او السكسيس ريت بتاعها اكبر من الاميديا تلوت ده 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 سؤال ده ده عشان ما نقولش بقى ايه ان احنا بنروج ولا بنقول لا الاميديا تأحسن ده الاميديا تلوت بنعملها في ظروف معينة والناس معينة طيب السؤال الجيه ده سؤال مهم قوي واحنا بنشوف حالات برضه بنقف عند النقاط دي النقاط انه زرعة الفشلة هي خطأ من غير متخصص اختيار خطأ للزرعة ممكن العين نفسه كمان اخطأ فحاجة معينة طبعا طبعا مثلا الحالة دي الحالة دي انت يرك في الحالة دي شاف فيها ايه؟ انا شاف سنة حلو صح؟ اه طيب الحالة دي شكلها سنان بنقادم عنده سنانه صح؟ مش شكل بنقادم عنده سنان عادي؟ ولا؟ اه طبعا طيب هات بقى الكيس دي اصلا جاي عامل ازاي؟ انت تتابل فيها كده؟ يا خبر ابيض الكيس ده راجل هيك الحدثة؟ لا راجل ده كان عنده حوالي 40 سنة اه واهمل فأسنانه لغاية ما تخلعك انت شايف؟ شايف اصلا شكل اسنانه فوق؟ مفيه السنان شايف شكله عجوز ازاي؟ اه شايف الفرق بين الصورتين؟ عشان شفت الصورة التانية سنه صغير هو فعلا سنه صغير انت فاكي اتاخد بالك الفرق بين الاتنين ان هو عمل زراع وركب اسنان اول حاجة اللي انا عايز اقوله ان الزراع جماعة في الاخر انت بتاخد اسنان شكلها طبيعي جدا يعني هنا انت لو شفت الصورة دي الوحدة ده راجل بين ادم طبيعي جدا زراع القرش كله؟ ده فول قرش ما هم عندوش سنة خالص فوق ما هم عندوش ولا سنة فوق طب دلوقتي فيه الولن فور اولن فور و اولن سيكس فيه دلوقتي طبعا فيه اولن فور و اولن سيكس بس احنا بنعمل اولن فور ليمتد يعني ايه ليمتد لحالات معينة لان بنبقى حريصين جدا في اختار الحالة الولن فور الولن فور لو لقدر الله انت خسرت سنة من الولن فور بقيت اولن تري و غالبا هيحصل لها مشكلة فلازم لازم تكون دقيق جدا وتحت شروط قاسية عشان الدكتور يقرر نعمل اولن فور بس عجبني ان انت و هم متفقين معاك روح منازلين لي اللي بعد قبل اللي يا ولاد الناسين عملتوها فيا انا انا اللي بعمل الحركات دي في الناس بس عجبتني اول انا اول ما شفت دي فيها ايه عشان يتعامل ادري دي بعد ايه ادري دي بعد ما انا عايزين نوري الناس ان الناس بتخلص الزراعة وفي الاخر بيبقى شكلها طبيعي اها مصاب نفسه يدمر السنان في سنة اربعين سنة ما هو فيه ناس كتير وشايف شكله هو عند اربعين سنة شكله عامل ازاي انا عايز اجيب الفيديو بتاع التغيير زي شكل الواحدة بيتغير بسبب ان هي خلعة اسنانه يعني بس الفرق اه الفرق ما بين حد بسنان وبدأ يخلع اسنانه ايه التغيير اللي بيحصل ده تغيير المعلومة دي اللي بتهم الستات قوي اه احنا اتعمل سيرفي للوطن العربي الستات بتلجأ لشد الوجه اكتر في سن اقل من الناس بارني تعالي برا بدأوا يعملوا عاملات شد الوجه دي لما اختروا طبعا الناس عندها ستين سنة وسبعين سنة هنا في الوطن العربي كنا عندها خمسة وثلاثين واربعين سنة ويبدأ يحصل لها تراهل لشكل الوجه بتاع حاليه دي معلومة مهمة قوي في الفرق ما بين الزراعة وما بين التركيبات عامة اللي بيخلع اسنان وبيحصل عملية فيسولوجية اسمها بون روزوربش وبيحصل تآكل للعظم بتاعي طيب انا وشي ده الجلدي ده مشدود على ايه على الفكين على الهيكل طيب لو الهيكل ده بدأ يضمر ويقل ايه اللي يحصل للجلد ده يحصل له تراهل علشان كده المقولة دايما اللي بنقولها ان الفرق بين يعني بين بين حد شكله شباب في الوش وبين حد شكله معجز هو اسنان مش سنين يعني هنشوف الفيديو كده شايف التغيير شايفه الشهق كل ده كل ده بسبب انها خلعت وما زرعتش الزرع هو الحاجة الوحيدة انا لما بحط الزرع جوه العض ايه اللي بيحصل؟ بيحافظ على العض فبالتالي العض محصلش تجري الفرق بين الصورتين دول مش سنين أسنان أسنان وجود أسنان انا كثير كثير جدا من بنات ابو الصليح جاية لي ستات يعني جابت اعرفها معرفة وبتاع تقولي انا هايزة احقن فلغت اقولي اعمل ايه بتاعها مش هكتبك مصرات شادي ده تسعين في المئة منهم مش محتاجين فلغت تسعين في المئة منهم باسألهم سؤال كلا سيكي باستغربون جدا أخمار سنانك ايه؟ يقولي لقد ناسناني بايزة في نوم مفيش وخلع هنا وخلع هنا وعمل تركيبة هنا وعمل هنا بعد سنة هروح له هروح له للسنان قبل الفلال يقول له لا يقول له لا يروح له للسنان الأول بعدين نشوف بعد كده هنحتاج نعمل هنحتاج نعمل هنحتاج نعمل ولا مش هنحتاج وما بيحتاجوش غالبا لا يسمعك بقى السؤال اللي هنيع فيك هغير السؤال حتة بسيطة فيه زراعة الأسنان لأنه نعمل الزراعة في الفرح اه في الفرح طيب الأسناني يختلف عن كتير يعني هو مشابه للجراحات هو الجراحة طمعا لأنه المسألة هنا لو أخطأ المكان في التعامل مع مشكلة السنان هيعمل ديزاستر هيعمل كارسة طبعا يعني يمكن مثلا لو حد راح يعمل تخصيص عند حد وغلط خلا ما خدسش ما هيحصل اه خد دواء بتاع ممكن يعني ما يكوباش افكتف بس صعب ان حد يضر حد بدواء يعني لكن وممكن لكن في الأسنان لا فعلا مشوف مشكلة كبيرة طبعا هما نقطتين مهمين جدا أسأل عليهم الفريق المتخصص اللي هيشتغال لي متخصص ولا لا يعني أنا دايما بقول للناس اسألوا على شهادات الناس ايه المشكلة؟ انت مش رايح تتعالج وانت خايف على نفسك اسأل في المكان شهادات الناس اللي بتشتغل ايه؟ الموضوع بسيط جدا شانا اتأكد ان الفريق الطبي اللي بيشتغلي فريق متخصص تاني حاجة بعد إذنك اسأل الدا وري قولهم وروني شغلكم انا عايز يشوف الشغل بتاعكم ويتأكد ان الشغل ده مش من عن نت يعني تأكد ان الشغل ده معمول في العيادة اه لا ما هو فيه ما هو فيه يتأكد ان الشغل ده موجود اصلا في العيادة بتاعة الحياة يعني في المركز ده الشغل ده تعمل في العيادة انت من حقك تتطمن على نفسك انت قلت جملة جميلة قوي عجبتني زي ما انا قلتلك ساعة انت عجبتني في جملة دي كلما كان الانسان بيذاكر اكتر او عارف اكتر كلما ده حمل عليه وبيخاف بيخاف والله يحمل عليه يخوفه يعني اكتر الناس خوفا هم اكتر الناس اللي ذكروا عشان كده دايما اقول انه الكلام الحوار الطبي لازم يدار بشكل طبي لازم يبقى من خلال الطباء طبعا حد يكون فاهم لانه اللي محدش مذاكر او مش فاهم ابعاد القصة ايه يعني انا اخفى عليك ان انا بدأت اعرف كتب الطب الاسناني ان انا بدأت اجيب كتب الطب الاسناني وده مهم واذاكرها عشان على اقل لو حد قالك معلومة غلط مختصرة اه قصة انت مسؤول على البرنامج بقى بالزبط كده فلو حد قالك انت معلومة غلط وانت مش عارف فانت ممكن المعلومة دي تتروق اه لكن انت دورك انت القائم على البرنامج فبالتالي لازم تكون عندك المعلومة على الاقل الصحيحة بحيث ان محدش يقول معلومة مش مظبوطة وده بنشوفه بقى كتير لما واحد يطلع مع حد مش اصلا دكتور ممكن اقول له بقى انا اخترعت مش عارف ايه وانا جبت ايه وانا عندي يعني الحاجات اللي بنسمحها الجديدة في العالة قال في ناس بتخترع في الطب دلوقتي في كوميديا في كوميديا فالقاعد مش فاهم في كوميديا طول ما اللي قاعد مش فاهم اقول بقى انت ممكن اطلع بكرا وانا دكتور الجلدية واخترعت حاجة جديدة خالش ما محدش عارف انا مين ولا ايه الموضوع وهتلاقي اللي قاعد بدوبك بيثقف ايه جدا ما هو مش فاهم معقولة عملت كده معقولة انت قاعدت بعمل كده مش معقول من غير معارف اقسم بالله ما هو مش فاهم حاجة او مش دكتور وما عندوش المعايير الطبية ما هو لا لازم بقولك ان انت اسعدتني وانا اتشربتني لا اتشربتني اوه عموان احنا اخلصت دورتني انا اتشربتني انا دائما بالقائمة ضيف العزيز دكتور نوردين مصطفى الصديق الزميل العزيز كان مبدعا كالعادة وحوارا خارج النطاق التقليدي لكن كله في صلب العلم بتفاصيله خليكوا دائما مع دكتور اشتركوا في القناة